يسأل يقول هل صحيح بأن المسلم لديه أو في عنقه بيعة يعني بارك الله فيك يجب على كل مسلم أن لا يبات ليلة إلا وفي عنقه بيعة بيعة لإمامه يعني للحاكم للسلطان الذي في بلده والذي له يعني سيادة على إقليمه أو دولته أو بلده النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن تكون له بيعة لحاكمه وهذه البيعة تكون في ذمته وفي عنقه ولا يجوز له أن يبات ليلة من الليالي وليس في عنقه بيعة للحاكم وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة سواء بايع الحاكم بإعطائه صفقة يده أو لم يذهب إليه وإنما يجب أن يعتقد بأنه له بيع لهذا الإمام بارك الله فيك